الول هنا التانية هل هو الحلقة الحقيب في فضل أسطل؟ الول الذي درته؟ نعم درته رياضة ولكن لماذا كانت تحمل هذه الحلوية؟ تشغدر بها؟ كل واحد من يحكي و سألي يخذ حلوة يخذ حلوة نعم وكيقولوا في المسأل الشعبي يحلي باش تولي في المسأل الشعبي يقولوا حلي باش تولي نعم 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 سوف نتوجه هنا المكان الحقيب نعم 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 سيدي لماذا لا تسمعين أي دواء الشمطة لبيك سيدي انظر إلى السماء وقولي لماذا يجري هناك لا أستطيع سيدي النور يعنيني أهل يمنعني انظر أي دواء اللعينة لا أستطيع سيدي لا أستطيع كفا لك أنت لا تصلحين لأي شيء لأي شيء أغرب عن وجه هيا لا أريد أن أسمع ما تقول يا أبا ولي وما قوله يا رابعة أتمنى أتمنى أن أكون ما رأيت في منامي كابوسا فقط لقد رأيت السماء في علة بيضاء وتناتر فيها نجوم فاقعة البيان يا قوم يا قوم اسمعوا وعوا يا أهل هذه الديار يا قوم اسمعوا وعوا الخبر أيها البشير بل أنا اليوم لكم نذير نعم سيحصل اليوم أمر غريب فقد ظهر النجم أحمد اليوم سيحصل أعظم ولادة في تاريخ البشرية أحذركم 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 هل فهمت ما يقول هذا الكاهن؟ إن الإنسان عندما يكبر في العمر يبدأ بالتخير إبتعد عني يا جابر وإلا قدمتك بهذا السيف بالسيف هذا يبدو أنكم أصبتم بمرض ذلك على جوز الكامل يا عبد المطالب يا عبد المطالب تغلعك السلام سيدة الأمين وتخبرك أنك رزقت بي وذكر فأي أسمي ستختار سأسميه محمد محمد اسم جميل ولماذا لدي هو أحمد ومحمد لأنني أريد أن يكون محمودا في الأرض وفي السماء سمعا وطاعة السيدة واحد ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيب الله لقد حلت عليك ملائك الرحمن وصلت طياء لسائر الأكوان لما طلعت على الوجود بسم الله الرحمن الرحيم لما رأت أنوارهم سطعت أعطى كافر قريش مبلغا من المال للشاعر حسان بن تابت وذلك قبل إسلامه لكي يذهب ويهجو به الرسول صلى الله عليه وسلم وقف حسان على ربه يمتدع الرسول صلى الله عليه وسلم وينظر صفات من صفاته ليهجوه بها مر الحبيب المصطفى مر جميل الشيمي مر مصباح الظلم فلما رأى حسان أنوى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد الشرق بطلعته البهية وأنواره السنية قد השدى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنوى الرسول صلفة المن�� WILL لمقه على رسول صلى الله عليه وسلم وضعت من خير تجرفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الظهري من الأنجم الظهري سوف تكون جائزة الأولى والثانية والثالثة ولكن بخطبح القضية وهو أنه ليس من البنات خلطة لأننا كنا ذكر مثل أنتا إذن مع بعضياتنا سوف نحكي هو الذي سوف يكون جائزة الأولى والثانية والثالثة كانت هناك اتقلة تدعى ليلة شعرها ذهبي وعينواها زرقواتان وتبلغ من عمرها سبع سنوات ورغم أنها كانت صغيرة كانت ذاكذتها قوية تتذكر كل أعياد ميلاد صديقاتها وأصدقائها وأبواها الحنونين أما يوم عيد ميلادها فكتبته بخط كبير في إطار خشبي وهو الأحد عشر أكتوبر نعم فوعدها والديها بهدية ثمية فعندما وصل يوم عيد ميلادها فعندما وصل يوم عيد ميلادها وهو أول الرسل إلى أبنائه عندما أخبر الله من هذا أخوه إنه آدم أبو البشر خلقه الله بيديه وأسيد له الملائكة وعلمه الأثناء وخلق له زوجته لعمر الأرض مع الملائكة عندما أخبر الله الملائكة بخلق آدم يفستفسروا عن حكمة الخلق البسع لأنهم قد كانوا يعلمون أن منهم من يوصل في الأرض وإن كانت الحكمة من خلقهم هي عبادة الله فإنهم يعبدون ويسرحون له سبحانه فرد الله على استفسارهم بأنه عالم الحكمة التي تخفي عليهم والله سبحانه وتعالى سيطرق البشر ويجعل منهم الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والأولماء والصالحين وعالمين لدين الله والمحبين له البداية قام الله سبحانه وتعالى بجمع قبضة من تراب الأرض ومزل التراب بالماء حتى صار صلصالة من هذا الصلصال خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام ونفقه بيده ونفقه في مراته فإذا هو إنسانا حي من لحم ودمين بدأ آدم عليه السلام الحركة وعلمه أسماء كل شيء من الملائكة والحيوانات والطيور نسي آدم عليه السلام وحوى أن إبليس عدوهما القديم ونسياء من الله قد حضرهما من اقتراب من تلك الشجرة بدأ آدم عليه السلام يده نحو الشجرة قطف إحدى اتماره وقدمها له هو ثم أكل إثنتان من الاتمار التي تحرم عليهم الله عقب الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وحوى على فعلة مما فندمان دما شديده على معصيته ثم توجه إليه بالتوبة والاستقفار ثم توجه إليه بالتوبة والاستقفار قبل الله سبحانه وتعالى توبة آدم ودعاءهما وأمرهما بالهبوط إلى الأرض وبدأ مسيرة حياتهما أبناء ورد لآدم أبناء كثيرون وكان يربيهم وكان يربيهم ويأتقبهم ويربيهم ويشدهم قبل توبة هما وأنزل هما إلى الأرض وش أجي دمسؤات وش أنزل هما مرة واحدة يشبيهم الإسلاميات ولكن من سلوك الأرض من سلوك الأرض أبدوا يبحثون عن بعضهم البعض فانتقى آدم وحواه بانتقى جبل عربات لذلك سميه بجبل عربات نعم زيان كيفان بأن القصة ديالك ركب تقم احنا دفع كنعيشوا المرحلة التانية ديال الحكي عند تلاميذ اللي هما مروا من المرحلة الأولى اللي كانت عبارة عن تلخيص ديال القصص والمرحلة التانية كتجي رؤوس الأقلام حيث أن ما معناه رؤوس الأقلام أن عبارة عن عنوين كبرى تذكرهم يمكن المساعدة بواحد ورقة أو غير ذلك تساعدهم بربط الأحداث وبعضها البعض ومن بعد المرحلة التالية إن شاء الله سنصل إلى الثورة التالية اللي كتطلب الحركات وكتطلب كثيرا في الورقات بنسميها لكم إليس عيد القصة التي سوف أحكيها لكم هي فيامس أرتوغرون وهي وقعت في 800 عام وراء الرسول صلى الله عليه وسلم كان أرتوغرون يعيش في قفيلته كان أبوه اسمه سليمان شهد أرتوغرون كانت قفيلتهم اسمها الكاين كان أرتوغرون له زوزة اسمه حليمة وكان لهم عدو اسمه نويان المغول نويان كان نويان يقول لهم سوف أقتلكم كلكم يا أهل الكاين لأنه لن يكن يؤمن بالله سبحانه وتعالى فكان أرتوغرون يتمثل مع زوجتي الحليمة يوما في الغابات وقالت له إنك رزقت بمولود فقال يا الله رزقت بمولود فعندها كان داهبا أرتوغرون فوجده نويان فوجده نويان مع كل جنوده كان لنويان إمبراطورية جنود فبدأ يحارب أرتوغرون ولكن ضربوا أرتوغرون على رأسه وأخذوا حليمة هاربت لأنهم قتلوا كل قبيلة الكاين نصف قبيلة الكاين وحليمة هاربت قال فذهب الناس وأتوا ذهبوا بأرتوغرون إلى مخيم المغول فأمسكوا به وقالوا له وقالوا له وبدأوا يفرقون كل قبيلة الكاين ويقول لهم نويان ها ما قلت لكم أهلا بكم في جهنم نويان تعالوا فأحرق نصف قبيلة الكاين والذين هربوا ذهبوا إلى قبيلة أخرى اسمها أرتوغرون أمسك به نويان وقال وبدأ يعذبه لكي قال له إذا أنت سوف تكون أنت محارب شجاع وسوف تكون معي لكي نهزم كل الأعداء قال له أرتوغرون ماذا تقول ماذا تقول أنا معك لا تحلم فأمسكوا بأرتوغرون وقيدوه حاول الهرب ولكن لن ينجح فقد أمسكوا به وأمسكوا بأرتوغرون وقال لهم فحاول أن يهرب مرة ثانية فقال لهم نويان هذا الكلب حاول أن يهرب مسكوا فصلبوا له يده بمسمار ووضعوها له على خشبه وربطه وأخوته أرادوا أن ينتقموا منه فذهبوا إلى غابة وكان معهم خائن أرسله نويان قال له تجسس عليهم فعندما أتى أرتوغرون فقد حيض المسمار ودهر ودهر نزع المسمار وهرب وتبعه ذلك الرجل فلقد هرب منهم أرتوغرون في اللحظة التي سقط أرتوغرون وفقد الوعي جاء رجل اسمه هايتلي وهو كبير في السن في اللحظة التي كان ضربه بالسيف حتى خرج من بطنه أخذ أرتوغرون إلى مخيمه لكي يعافيه وقبيلة الكاي ذهبوا إلى قبيلة أخرى أرتوغرون أرتوغرون ذهب لي ودهب هايتلي عند أصدقائي أرتوغرون وقال لهم تعالوا إن لدي مفاجأة لكم تعالوا فجاء أرتوغرون وبدأ كان لأرتوغرون صديقان اسمهما كانوا محاربان معه أحد اسمه تورغوت ألف والآخر اسمه فامسي ألف فامسي ألف أرتوغرون فقال لهم تورغوت ماذا يقول هذا الرجل أمول أن نصل أحياء فذهب بهم فقالوا يا الله لأنهم قال لهم إن ذلك القائن أرتوغرون قد استشهد فلما رأوا تفاجأوا وقال يا الله ما هذا أخي أرتوغرون عائش أخي أرتوغرون فانفجأ كل شيء وقال قال أرتوغرون أنا بصحتي وعافيتي لو لا عائك لن أكون لأعيش فأرتوغرون ذهب إلى قبيلة وكل القبائل وقال لأخيه أنا حي أرزق وقبيلة الكاي هي قبيلة أبي سليمان شاب الذي توفي فأرتوغرون جمع كل جيوش وذهب عند نويان فبدأ يحاربه بالسيوف وبكل شيء في اللحظة التي أراد أرتوغرون في اللحظة التي أراد أبنويان أن يضرب بها أرتوغرون أرتوغرون التجب وضربه إلى الرجل وأخذ قال له أنا سيت العذب التي كنت تفعله لي فأخذ وصلبه كما فعلني أخذه وصلبه تسفيق أخذه وصلبه تسفيق أخذه وصلبه تسفيق في الحقيقة أخذها 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 أميرات كانوا يرى القصر في جنوب الشمال الأفريقية أخذها أخذهم أخذها تزوج مع الملك مرة أخرى تحري بها واحد أخذها 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 وأخذها وأخذها أخذها يجب أن يجب أن تصوير القصص مع أحد الأسواق في الأرض يجب أن تصوير القصص على حسب الأعمار أجدت منها كالك العلوم كالكبيرة ترتك في هذه طريقة و تفتحت لهم طالما الباب و تركضوا احد البرج يجب أن يجب أن يكون هناك مكان و أحد مكان مع مكان بلغط و المساحة يجب أن تبقى القصص مع أغنية و يقصوا البالي رجعوا في هذه الليلة جاءت عندهم زوجة الأب الشريرة سولاتهم سولاتهم وقتلهم واش غاديت ناسه دابة واباك نحسو لغدالي عودتاني بغدت تكتشف السر ديالهم قاتت حاضيهم ومشات معهم بلاصة في مشاو قد تقتفدوا الأزهار وخسرت المنظر اللي كانت الماكت باش مقدوروا يرجعوا البر باش هي تقدر تعطي واحد دوا واحد دوا باش يقتل المالك باش هي تأخذ تروادي المالك من اللي بغدالي باش تدير لاتشي مقدراتش حياتش عارضوها البنات خرجوا لقوا واحد طريقة باش يخرجوا من اللي خرجوا مقدروا ش يدخلوا مباشرة عند باباهم لقوا يتلفوا شوية الحراس من اللي يدخلوا لقوا واحد ليرى زوجة الأب مكيناشي من اللي يعطوا واحد دواب باش يشفي المالك ورموه بعض اللقاح على على هذيك زوجة الأب باش تموت حياته كانت في الأصل عفريتا من اللقاح هناك جميلة وقررت أن تأخذها معها كلها ولكنها فكرت في شيء أن ترسمهم وتأخذها إلى منزلها لماذا لتريها؟ للحفاظ عليها في بيتها فرسمتهم وحافظت عليهم وعندما جاء صديقها سامي سألها يا ليلى لماذا تقولوا هذا الحيوانات في منزلك؟ فحكت له أنا ذهبت مع أبي وأمها إلى حديقة الحيوانات ورأتهم ورسامتهم نعم إذن من خلال هذه القصة ما هي العبرة التي أخذت منها؟ أن رسمها جميل وأن هذه الطفلة ذكية إذن الذكاء يعني هنا موجود في هذه القصة نعم وكان تريدوا أن يتلفهم في الغابة الشاسية على تقنص قربهم فداية اليوم أقنعت الزوج الزاب أن يتخلى على الأبناء في الغابة ففكر الأب لأنه كان يفعله على الأبنائهم بالحب وعند الصباح اليوم الموالي أخذ الأب الأبناء في الغابة الشاسعة لأنه كان يحبهم كان يقطعوا وسط الخبز يرميهم على الأرض لكي يعرفوا العودة إلى المنزل وعند إذن يتصرف الأب إلى المنزل وعندما خيم الزلام في الغابة كانت حفظة الهناسة فبدأس جرتين تبكي وتصرخ لأنه لم يجدوا ما كان يناموا فيه لأن زوجة الأب لا تحب الأطفال وعندما يتزوج الرجل يكون عنده أبناء ويتزوج فما زوجته تكون لها سحب الأطفال آه ممتاز فامتحنا الله فامتحنا الله وذات يوم لجأ إلى إلى القاعة ذهب إلى القاعة فتابعه رجل فقال له فقال له لقد ظلمت من قبل أحد وهو في هذه القاعة فقال له لا أرى أي أحد سواك أنا وأنت فقال له إنه موجود هنا بالدال فقال له أي فخاف أن يقول له إنه وزيره إنه وزيره وهو ما كان يكون محصولا فقال له إنه أنت وزيره فإنه وزيره فإنه وزيرك التاني كان كان يكون محاصيلي وكل ما زرعته كل ما زرعته يأخذ محصولي ويذهب ويبيعه فقال له يا للعجب أنت تزرع ونحن نجني هذا ليس عقا فكر الوزير وظلنا فجأة أنه كادم فنادى وزيره ثاني فقال له ما لك مع هذا الرجل هل أنت تأخذ محاصله قال له نعم قال الوزير لماذا قال له إنها أرض خالية ففكرنا أن نجني منها فنظلنا أنه يصرعها فقال له يا للعجب أنت لا تعرف أنها مزروعة فأخذه فرماه بالسجن فقال المظلوم سوف نعطيك حقا اذهب و ازرع واخد قد نسيت شيئا ما خد مالك هذا مالك الذي أخذناه منك فخد واذهب ازرع فلا نزعجك مجددا وهذا يدل على عدله فنجح في انتحان الله احدث خطر احدث خطر احدث خطر فلئ نفس خطر وشخصهم في عددا وتخطر فلا نصاق مجدد مالذيو ، فقط ، فقط ، ايضاً ، مالذيو ، كان مالذيو خوص يتصلك مالذيو ، سيد العلوي وله يتصلك مالذيو ، شخص مالذيو ، كان يتصلك من ، سي mantلك ، وخش ميزة كان مالذيو ، كان مليه ، لمه ، استخدام وليس محطة وليس محطة وليس محطة وليس محطة بعد موضوع وليس محطة 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 وليس محطة كان هناك أب وأم وبنت صغيرة اسمها بلونج دانات بيضاء التلش عندما ماست الأم بدأت البنت بالبكاء عندها قرر الأب أن يتزوج بمرأة أخرى عندما تزوج بها كانت البنت تعامل معاملة سيئة معاملة سيئة لكن بعد عام توفي الأب توفي الأب وأصبحت البنت تهتم بها وأصبحت المرأة والبنت داخل المنزل وتلك المرأة عمل بنتها معاملة سيئة أصبحت المرأة قدموا اسمي لكم السلام عليكم أنا اسم ديالي حسيني بوزرك السلام عليكم اسم ديالي أسامة تجاني إذا تنائي أسامة وحسين سيقدموك القصة سوف أحكيها اليكم اليوم هي قصة الجن قصة الجنة لا يخوفوكم بغيها دور القصة التي سأحكيها لكم اسمها الأسد والأند بغي قصة الحاوانات إذا هذا شيء يكون عالم عجيب وغريب نتبع معهم زيان تفضل كانوا الجن يعيسون في السماء لقد خلقهم الله من النار فلما خلق الله الجن كانوا الجن لقد كانوا يتعبدون الله وكان واحدا من الجن اسمه يبليز فكانوا يتعبد الله إما الجن الآخرين لقد كانوا يفسقون فلما يفسقون نجلهم الله إلى الأرض فلما نزلهم الله إلى الأرض كانوا يفسقون فكما فسقون أرسل الله الملائكة تعذبهم حتى أبعدهم لززيرة بعيدة فكان الجن اسمه يبليز فكان يتعبد مع الملائكة في السماء فلما كان يتعبد يبليز معه في السماء فذات أيام من أيام أعوام خرون فلما أرسل الله واحدا من الملائكة أن يأتي من الطرق فأنفح فيه الروح وصار آدم فقال الله إلى الملائكة اشجدوا لآدم كل ملائكة سجدوا إلا إبليز كبروا أبوا استكبروا فلما سجدوا فقال إبليز فلا أسجد الله أنا خير منه أنا خلقتني من نهر وخلقته من طين فبدأ إبليز يدخل في جو فيه ويخرج فلقد أنزل الله إبليز للأرض فقال إبليز فقال إبليز أنزله إلى الأرض هذه القصة التي حكاها لنا شكو نعم نعم كان يمكان في قديم الزمان في قرية أسد غاضب كان الأسد يلتهم جميع الحيوانات فاتفق الحيوانات أن يجرر اتفاقا مع الأسد فقال له سنقوم بالقرعة كل يوم وسنحضر إليك حيوانا في اليوم الأول جاء دور الأرانب فذهب إليه الأرنب الأول فقال له أين هو الأرنب الذي قلت لك أن تحضره؟ قال له لقد أخذه مني أسد أكبر أجاني قال له الأسد هيا بنا أريه إليه فأخذه إلى البيئر فرأى نحسى في إنعكاس فقال له هذا سيدي هو الأسد الذي أحكي علىه فقال له هو فقفز فقفز في البيئر وما وإنتهت وإنتهت القصة بالنسبة بالنسبة النتائج كما قلنا لكم كانت هناك مسابقة وفي الحقيقة كاملين حكيتم زيان كاملين تما حكيتم زيان والقصص التي سمعناها كانت مفيدة جدا وكنت تجعوكم زعماء نعم سفقوا جميعا على بعض ونظرا لنا قلنا لكم أن النظام المسابقة يتطلب عندنا الفائز الأول والثاني الثاني الفائز الأول هو عينا والفائزة الثانية هي عكرا والثالثة هي بخدار